السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لكم جميع. سنبدأ فيديو اليوم ببعض التغييرات الحاصلة على الجواز السفر الألماني شكل الجواز. أنا جددت جوازي الآن مدة صلاحية الجواز السفر الألماني عشر سنوات. جددت الآن جوازي معي الجواز القديم والجواز الجديد. وبعض الفروقات الحاصلة الآن. الجواز الجديد جواز السفر الألماني لاحظوا أنه حجمه أصغر. أصغر بالطول وأيضاً يعني نشوفه أصغر شوي بالعرض كمان. فيه فرق بين الاثنين صار. الأهم من ذلك الشي اللحظت أنا هو تراجع في جودة الغلاف. عندنا نحن البصبور القديم لاحظوا. من الورق المقوى يعني هذا هناك كرتون. كرتون ميكين يعني. بينما الجواز السفر الجديد عبارة عن يعني هيك فقط ورق مقوى بتحسه يعني. ففي تراجع حتى في جودة البصبور الألماني. أيضاً الصفحات اللي بداخله أصبحت أرق قليلاً. يعني بالمقارنة طبعاً ما رح قادر أفتح الصفحات لأنه عليها رأم الجوازي. فأيضاً فيه تراجع في جودة الصفحات يعني. وجودة الجواز السفر بشكل عام. بعض التغييرات الشكلية عم نلاحظة هوني. النسر أصبح أكبر أيضاً. وعننا في الخلف هوني على الجواز الجديد مطبوع نجوم الاتحاد الأوروبي هوني. بينما على الجواز القديم كان ما فيه شيء أبداً. هاي بعض التغييرات الحاصلة طبعاً. مدة صلاحية جواز السفر الألماني عشر سنوات الآن. اللعن يحصل على الجنسية الألمانية طبعاً. سيأخذ الجواز الجديد. الجواز القديم هذا التغى. وطبعاً داخل الجواز كمان تغيرت الأشكال والصوار وهالأشياء. ما راح أدر أفتح الجواز. ولكن يعني الجواز السفر القديم كان زوجودة أفضل بتحسه. فالآن حتى في هالمجال تراجعت جودة الجواز السفر الألماني من وجهة نظري على الأقل شكلياً. وليس ضمنياً طبعاً هو العزال من أقوى جوازات السفر في العالم. ننتقل الآن للموضوع التالي. المستشعر الألماني أولف شولتس يقطع إجازته في مقاطعة بايان ويتوجه إلى برلين. للإعلان عن حزمة من الإجراءات الآن فيما يتعلق بموضوع الطاقة وسياسته في ألمانيا فيما يتعلق بالطاقة. ومن أهم الأشياء التي تم الإعلان عنها هو الآن غفوم يعني إصلاح كبير لقانون الفونجلد في ألمانيا. فرح يصير في غفوم يعني فونجلد غفوم كبير جداً سيستفيد منه المواطنون بشكل أكبر. هذا يعني طبعاً في جوهر الموضوع أن الشريحة أكبر من الناس ستستفيد من الفونجلد في ألمانيا. سيشمل شريحة أكبر من الناس أي أن الأشخاص العاملين يعني ورواتبون يعني في المنخفضة ولا تكفي بشكل كافي. فيممكن نعرف أنه يقدموا على الفونجلد. فالآن شريحة الناس المستحقة للفونجلد رح تتوسع وبشكل خاص أشار المستشار للمتقاعدين. للمتقاعدين لغنطنا غنطنا رح يستفيدوا بشكل أكبر من هذا القانون. ومن المتوقع أن يصدر هذا القانون العام القادم لا يوجد تفاصيل أكثر. نعرف عادة يعني الفونجلد هو اللي بيعمل حسابات حسب المساحة عدد الأشخاص الراتب كل الأشياء. بتعطوه أن الوراء هنا بيعملوا حسبي فبيشوفوه وشاد بيطلع لكم. فهذا يعني الآن توسية دائرة الأشخاص الذين قد يستحقون يعني مساعدة من الفونجلد. ننتقل الآن للفكرة التالية المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا أعلن عن أن الحكومة الألمانية ستدخل في شركة أونيبا يلي هي شركة مزودة للغاز في ألمانيا بشكل خاص بطلط طاقة يعني لكل الاشتدفع حتى يعني في ألمانيا وبالتالي الشركة كبيرة جدا وعبت عاني من مشاكل مالية. والسبب هو عدم قدرتها على إعطاء الأسعار يعني أنه إصالة للمواطنين بمعنى أنه هن عبيشتروا الغاز بأسعار دولية الآن أصبحت يعني عالمية عالية جدا ومع بقدر يوصلوا يوصلوا هالأسعار المرتفعة للشتدفع وبعدين للمواطنين المستهلكين نهايين أو حتى للشركات. فلذلك صار عندهم مشاكل مالية. فالحكومة الألمانية قد تدخل الآن إلى الشركة أي تقدم لها يعني مساعدات بنسبة 30 بالمية أي زيادة حجم مثلا أسهم الشركة وبالتالي الدولة تصبح يعني أيضا مالكة بنسبة 30 بالمية لهذه الشركة فبالتالي هي شكل من الأشكال يعني مشاركة الدولة مثلا في هذه الشركة مثلا مثل ما ألمانيا شاركت سابقا أيضا في شركة بايونتك كذلك يعني دخلت كمان بأسهم قدمت لهم 300 مليون يورو. الآن لشركة أونيبا سيتم أيضا تقديم مبلغ 267 مليون يورو وياخدوا مقابلة طبعا أسهم لاحقا يعني الشركة كدولة مالكة ستصبح أيضا مالكة للشركة والهدف هو إنقاذ الشركة طبعا من الإفلاس لأهميتها يعني بالنسبة لموضوع الطاقة الحساس جدا في ألمانيا وبالنفس الوقت لبعا المستشار أعلن أن العائلة المؤلفة من حوالي أربعة أشخاص سيترتب عليها زيادة في بتعلق موضوع الطاقة والغاز بنسبة 200 إلى 300 يورو سنويا وقال لن يترك أحد وحيدا لا الأشخاص بخيفات بازون ولا حتى الفيمن الشركات إذن الدولة يعني ستساعد حتى آخر اللحظة قدر الإمكان في تخفيف الآن موضوع يعني العبء الكبير الحاصل فيما يتعلق بالطاقة ولذلك أعلن الآن وزير الاقتصاد الألماني سيد غوبا تهابك ونائب المستشار عن حزمة من الإجراءات لفصل الشتاء القادم تتعلق بالأشخاص والشركات على حد سواء وبشكل خاص يعني للشركات من أهم الأشياء التي تم الآن اتخاذها يعني أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها هو رفع نسبة الغاز الشبايشة في ألمانيا بمعنى الغاز المخزن بحيث سيكون في 1 زبتمب على 1 تسعة تكون عندنا يعني الخزانات ممتلئة بنسبة 75 بالمية من الغاز في 1 أكتوب على 1 عشر يجب أن نصل إلى 85 بالمية من الغاز 1 إدعش إلى 95 بالمية من الغاز عادةً بيكون في يعني السنوات الماضية 1 إدعش لازم يكون حوالي 90 بالمية فإذن أيضاً زيادة نسبة التخزين في الثلاثة وعشرين من المخازن الكبيرة الخزانات الكبيرة للغاز الموجودة في ألمانيا هذا من ناحية بالإضافة إلى إعادة منعرف الموضوع الخافت فيك أيضاً اللي بيشتغلوا على الشتاينكول اللي بيشتغلوا على الفحم الحجري أيضاً لتوليد الكهرباء وبالتالي إخراج المحطات لتوليد الكهرباء طريق الغاز وتوفيره وتخزينه وبنفس الوقت البغونكول كمان الفحم البني أيضاً سيتم عدد تفعيلها وإدخالها إلى الخدمة مرة أخرى طبعاً سيد هابك غوبة هابكو من حزب الخضر حزب الخضر عادةً تاريخياً يعني ضد كل هذه الأشياء ولكن هي أزمة مرحلية قال سابقاً أنه هذه الإجراءات هي مرحلية ريس ما تنتهي أزمة الطاقة طبعاً الحكومة الجديدة استلمت الحكم وجاءت معها يعني المشاكل المتعددة بأمن الطاقة وموضوع الحرب في أوكرانيا فكل ذلك أثر يعني الآن حتى على سياسة الأحزاب التي وصلت للحكم الشيل ولكن الأكيد اللي عم نشوفه موضوع الاس بي دي يعني 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 يقدم حزمة مساعدات الواحدة الأخرى للمواطنين من الإجراءات الأخرى التي سيتم فرضوا على ما يبدو أيضاً في الأبنية مثلاً ممرات التي لا يتم استعمالها بشكل كبير لا يتم تدفئتها مداخل الأبنية الكبيرة أيضاً لا يتم تدفئتها حتى للأشخاص مثلنا اللي عندهم بول يعني عندهم مسابح بالشتة بدي تدفئة أيضاً أن يمنعوا من تدفئة الماء أيضاً بشكل كبير وبالتالي يعني عدم استهلاب الطاقة وخاصة الغاز يعني اللي بستعمل الغاز في التدفئة فكل هالإجراءات يعني اللي فيها نوع من الرفاهية يعني فيما يتعلق حتى بالأشخاص يجب الاستغناء عنها رئيس ما يعني تتفادى ألمانيا أزمة الطاقة ويعني تصبح قوية وحاصلة على بدائل طبعاً هذا يعني أنه ليس فقط في هذا الشتاء وإنما قد يكون الشتاء القادم يعني تتبقى المشكلة موجودة ومشكلة الطاقة طبعاً الوزير حكى سابقاً أنه بدنا حوالي سنتين لسلسة سنوات رئيس ما تخرج ألمانيا من هذه الأزمة فيما يتعلق بالطاقة نتقل إلى الموضوع التالي الباريحة 1-7 تم إعادة ضخ الغاز عبر خط الأنبيب نوع السريم 1 مرة أخرى بنعرف وبكمية نفس الكمية السابقة قبل بدء أعمال الصيانة بنسبة 40% فقط من الطاقة الكلية لخط الغاز هذا ولكن اليوم طبعاً استمر أيضاً ضخ الغاز بشكل طبيعي إذن الموضوع مستمر ولكن هذا ليس كافي يعني حتى بالمجمل بنعرف أن ألمانيا بحاجة لكمية غاز أكبر من ذلك كان فيه موضوع هام جداً هو أنه في وقتها تم اختصار نسبة الغاز إلى 40% فقط بحجة أن هذه التوبينة تبعيد شركة سيمينس أنه بحاجة لإعادة صيانة وبالفعل تم الآن رسالها إلى كندا للصيانة احتجازها هناك بسبب العقوبات الاقتصادية ثم أفرجوا عنها وحسب المعلومات الآن تقول أن التوبينة هذه لطولة 12 متر يعني طبعاً هي قطعة يعني هامة جداً تم إعادتها إلى ألمانيا وعلى ما يبدو أن روسيا الآن لا تريد أخذها من ألمانيا وبالتالي إجراءات تصديرها وبالتحاجة لتصريح لدخول روسيا مرة أخرى وإعادة تركيبها مما يسمح بإعادة ضخ الغاز بنسبة 100% من المفترض وهو ما تتمناه ألمانيا بالضبط فوزير الاقتصاد الألماني قال منحة منشمال دين أيندغوك أحياناً لدينا الانطباء غسلاً بالزيجاً من روسيا ما بدا تعيد القطعة فلو تم إعادة القطعة من الرفض أن يتم تركيبها وإعادة ضخ الغاز بنسبة 100% يعني أهم موضوع يناقش الآن في ألمانيا سياسياً وأعلامياً بشكل يومي هو أمن الطاقة في ألمانيا ننتقل إلى الموضوع التالي الدول الأخرى مثل هنغاريا أيضاً مرتبطة بالبترول والغاز الروسي بشكل كبير والآن قررت أن تقوم بشراء كميات أكبر من الغاز الروسي وذلك بنسبة 700 مليون متر مكعب إضافي سيتم شراؤها من روسيا وسيتوجه وزير الخارجية الهنغاري إلى موسكو للتباحث حول ذلك بحجة أيضاً أن الإمباغو يعني المقاطعة تم فرضها على البترول فقط على الأتول ولم يتم فرضها على الغاز طبعاً لا يوجد إمباغو الآن على الغاز لأن الدول الأوروبي بحاجة للغاز وخاصة ألمانيا فبناء على ذلك يعني قرروا حتى أن يقوموا بشراء كميات أكبر من الغاز الروسي لدعم الاقتصاد الهنغاري كذلك ننتقل الآن الموضوع التالي اقتراح غريب عجيب واستفزازي لحد ما أيضاً من بولندا لألمانيا هناك بعض الخلافات الآن يعني حول موضوع أوكرانيا فمن هذه الخلافات الآن هو مثلاً عرض قدمته بولندا الآن لألمانيا بأن تقوم باستئجار مفاعلاتها النووية ألمانيا بنعرف باقي عندها سلاسة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية ستخرج من الخدمة في نهاية هذا العام مستبعد جداً أن يتم تمديد عملها وإن كان النقاش أو هذا الباب لا يزال مفتوحاً بشكل بسيط فألمانيا تمني 23 مفاعل نووية في الحقيقة وثلاثة فقط هي التي تعمل الآن فعرضت بولندا الآن أن تقوم باستئجار المفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية هذا يعني يعتبر سواء بشكل مباشر يعني بعض العضاء في أيضاً الأحزاب الحاكمة في بولندا طلبت ذلك من حكومتها يعني تقدم عرض وطلب الحكومة للمانيا أو عن طريق حتى المفاوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي عن طريق بروكسل فهذا الاقتراح يعني هو في حقيقة استفزازي السؤال هل هو جدي أم لا في الحقيقة هو يعني مستبعد جداً طبعاً هو ليس جدي وإنما هو يعني مستبعد جداً تقوم ألمانيا بتأجير مفاعلاتها النووية لتستفيد منها بولندا وتوليد الكهربائية وتأخذها الطاقة لأنه روسيا قطعت الغاز عن بولندا بشكل كامل وعن بلغاريا المعرفة يعني تم اعتبارهم الدول الغير صديقة فلرفضها طبعاً بحجة الدفع بالروبل فبولندا عرضت هذا العرض ألمانيا طبعاً مستبعد جداً أن تقوم بتأجير مفاعلاتها النووية ولكن الهدف من هذه الإشارة لهذا الموضوع أو هذا العرض هو انزعاج من ألمانيا فيما يتعلق بسياسة الطاقة والتعامل مع روسيا فيما يتعلق بهذا الموضوع والحرب في أوكرانيا فألمانيا جداً يعني متروية في هذا الموضوع وهناك أيضاً انتقاد لسياسة ألمانيا فيما يتعلق بالطاقة حول هذا الموضوع طبعاً مستبعد جداً أن تقوم ألمانيا بتأجير مفاعلاتها النووية ننتقل الآن للخبر الأخير مرة أخرى ظهور عنكبوت الموض الآن في زوبا ماكت في مقاطعة زالان تحديداً في كلان بليتسدوف في أورتستايل غيلشينغن هان فيلا تحديداً هناك في زوبا ماكت يعني الفيال لايتا يعني مدير هذا الفرق هو الذي يعني فتح صناديق الموض ووجد عنكبوتين من يعني يعني عنكب الموض اللي بتظهر بنعرف كل فترة في الصناديق التي تأتي من أمريكا اللاتينية في هذه الحالة على ما يبدو وبالتالي قام بوضع الصناديق في الصالة الخارجية وطلب الشرطة عندما جاءوا لم يجدوا العناكب يعني وبالتالي هربت أو ضاعت يعني أو في المكان يعني في المحل بشكل عام وبالتالي اضطروا إلى إغلاق المحل رئيس ما يتم إيجاد هذه العناكب نعرف لأنه العناكب الموز هي عناكب أيضاً سامة للإنسان وبالتالي أغلقوا المحل بشكل كامل واستدعوا فريق خاص يعني من الخبراء لمحاولة البحث عنها وإيجادها وحتى ذلك الوقت سيبقى المحل مغلقاً فكل فترة يعني تم تنبيه من هذا الموضوع لذلك يعني أنا كمان على هالقناة بنبه كل فترة أنه انتبهوا من صناديق الموز في المحلات لما بتفتحوا أنه وإنسان يطلع أول شيء بالصندوق قبل أنه يطالع الموز حيث يكون لأنه مغلقة فننتبه أيضاً من هالموضوع عبدتصير كل فترة بها المعنية وهيكما تكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم أتمنى أكون نفتكم خلال معلومات تحياتي لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته